تؤكد وزارة الموارد المائية العراقية أن العراق يعاني من شحن في المياه بسبب التغيرات المناخية وقيام دول الجوار ببناء خزانات وسدود إروائية على نهري ذجة والفرات وهذا يؤثر بشكل كبير على شكل الحياة في العراق لكن ما أن يشهد العراق غطول الأمطار بشكل غزير حتى يواجه مشكلة من نوع آخر وهي السيول والفيضانات عدة ساعات من المطر حولت شوارع المدن العراقية إلى برك ومستنقعات وسيول ضربت عدة مدن أخرى وخلقت مشاكل في التنقل وأضرت بالكثير من البيوت والممتلكات مطر الساعتين نشوف الغرق تفضل وضعيها هاي شون نطب لبيوتنا شون نشتغل على باب الله إحنا هذا المطر وهذا الغرق شون وضعيها نحن هي أطالب أن نصيانة المشبكات قبل الشيء اللي يجي أفتح مشبكات أفتح المجاري أنا أظفها أسألها صيانة مو علم يعني هي مو علم الله وكيدا تمطرها ساعتين نغرق بيوتنا ونديح يعني ما يصير هاي شون الحكومة العراقية أعلنت استنفار كل جهودها لاحتواء مياه الأمطار والسيول والأضرار التي نتجت عنها لكن العراقيين يشكون من عدم قدرة الجهات المختصة بمواجهة الأمطار والسيول ومن تجنب غرق الشوارع وتضرور المنازل ويشير خبراء البيئة أن موجة الأمطار الأخيرة في العراق ستكون ذات فائدة لتقليل أضرار التصحر وشح المياه التي يواجهها العراق وتساهم في ري المزرعات وأن مياه الأمطار التي سقطت إذا ما تم خزنها قد تكون عونا للعراق لمواجهة موسم الجفاف العام المقبل بغداد ترجمة نانسي قنقر